وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بمواصلة العمل المكثف لتعزيز قدرات الدولة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وضمان التشغيل الأمثل لمنظومة الطوارئ والسلامة العامة جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي لمتابعة جهود تطوير البنية التكنولوجية والمعلوماتية على مستوى الجمهورية وخلال اجتماع آخر مع وفد من رؤساء وممثلي عدد من قبريات الشركات العالمية أكد الرئيس السيسي حرصة مصر على تعزيز التعاون مع تحالف الشركات العالمية في إطار سعي الدولة لتنفيذ مشروع إنشاء محور السخنة الدخيلة اللوجستية المتكامل للحاويات استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي وفدا من رؤساء وممثلي عدد من كبريات الشركات العالمية الصينية والفرنسية والسويسرية العاملة في مجال إدارة وتشغيل الخطوط الملاحية ومحطات الحاويات الدولية وذلك بحضور الفريق كامل الوزير وزير النقل والفريق أحمد خالد قائد القيادة الاستراتيجية المشرف على التصنيع العسكرية والفريق أشرف عطواء قائد القوات البحرية وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء يأتي في أعقاب اتفاق الحكومة مع تحالف يضم شركات موانئ على إنشاء وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطتين للحاويات بميناء السخنة والدخيلة باستثمارات تقدر بحوالي 1.6 مليار دولار حيث ستقوم المحطتان بإضافة طاقة استيعابية للموانئ المصرية تصل إلى 5 ملايين حاوية مكافئة سنويا ما يمثل زيادة بنسبة 50% من قدرة الموانئ المصرية لتدول الحاويات وخلال الاجتماع عبر السادة الحضور عن تفاؤلهم بمستقبل الاستثمار في مصر في ضوء ما يلمسونه من فكر متطور في إدارة مناخ الأعمال يهدف لتعظيم الاستفادة من التحديث المتكامل للبنية الأساسية سواء على مستوى الموانئ البحرية أو شبكة الطرق والمواصلات المتطورة التي تربط بينها وخاصة القطار الكهربائي السريع بما يحقق التواصل بين مناطق الإنتاج والاستهلاك والمراكز اللوجستية والموانئ الجافة بالإضافة إلى التنامي الإيجابي في مستوى المرافق والخدمات وكلها أمور تؤهل مصر لاستيعاب استثمارات أكبر في جميع المجالات وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد حرص مصر على تعزيز التعاون مع تحالف الشركات العالمية في ضوء ما تتمتع به هذه الشركات من مكانة دولية رفيعة في مجالها وخبرات فنية وإدارية متميزة وذلك في إطار سعي الدولة لتنفيذ مشروع إنشاء محور السخنة الدخيلة اللوجستي المتكامل للحاويات والذي يعد أكبر ممر لوجستي متكامل لخدمة التجارة العالمية بين الشرق والغرب بالربط بين البحرين الأحمر والمتوسط بما يزيد من حصة مصر في السوق العالمية لتجارة الترانزيت ويسهم في فتح أسواق جديدة للصادرات المصرية من خلال تشغيل خدمات ملاحية مباشرة بالإضافة إلى توفير فرص عمل جديدة للمواطنين المصريين كما اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور عمر طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والفريق أحمد الشذلي رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة واللواء أركان حرب بكر البيومي مدير إدارة الإشارة للقوات المسلحة الاجتماع شهد متابعة جهود تطوير البنية التكنولوجية والمعلوماتية على مستوى الجمهورية في إطار المشروع الاستراتيجي للتحول الرقمي للدولة كما تم التطرق إلى الموقف التنفيذي للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة التي تربط جميع عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية كهيئات الإسعاف والرعاية الصحية وأجهزة النجدة والحماية المدنية وأوضح المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس وجه خلال الاجتماع بمواصلة العمل المكثف لتعزيز قدرات الدولة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وضمان التشغيل الأمثل لمنظومة الطوارئ والسلامة العامة لتحقيق سرعة استجابة أجهزة الدولة لجميع حالات الطوارئ والأزمات خلال مدد زمنية قصيرة مشددا على أهمية بذل أقصى الجهد لتسهيل الحياة اليومية للمواطنين وتوفير وقتهم وجهدهم وتحقيق أقصى درجات الأمن والسلامة للمواطن المصري